حياكم الله أصدقائي الطيبين وياكم أنا سألسى الصلاة عن النبي أهم أخبار المنتخب العراقي ومناوشات الكويت المات خلص خلونا لايك واشتراك وفعل جرس تابع الفيديو ويايا للنهاية هاي في المطير الرئيس للاتحاد الكويت لكرة القدم يقول السلطات الكويتية سمحت بدخول 200 مشجع عراقي إلى البلاد لحضور مباراة للكويت والعراق في تصفيات كأسر عالم 2026 يعني العراق بـ 40 مليون نسمة يعني معقولة بس 200 واحد تقبلهم بما أن الاتحاد الكويت يسمح لبميتين مشجع عدد سكان العراق هو 40 مليون الكويت عدد سكانهم كلهم 4 ملايين نسمة فيجب السماح بدخول 20 مشجع كويتي فقط لا أكثر فهذه هي المعاملة بالمثل ومحامل الاتحاد الكويت لكرة القدم وشاري السند يرد على تصريحات أسعد العيدان يقول تمنى قطع العلاقات مع العراق نهائيا وطز بالبطولة كلها يعني بس رداروا في صدوك شذيب ليش ما غزرت بيكم بطولة الخليج وقبل كل تصفيات وخاصة مباريات المنتخب العراق تسوينها البلبلة وخاصة عندنا مباريات مع الكويت ذهاب وياب وكأس الخليج بالكويت يعني هذا نكران المعروف من ضيفناكم كأس الخليج نسيتوه بس الظاهر ما يغزر بيكم الحقد عام عيونكم لكن إن شاء الله نحط بيكم خمس وفوق أسعد العيداني منقال الرد عليهم بالمثل وإذن وزارة الشباب والرياضة أكدت الموضوع حول تحديد عدد الجماهير الجانب الكويتين في عدم السماح للجماهير العراقية بالدخول والسفر العراقية في الكويت تبدأ مباحثاتها مع الداخلية الكويتية لوضع آلية الدخول للجماهير العراقية ثلاث لاعبي من منتخب العراق تعاقلت معهم شركات رياضية ليكون الوجه الإعلاني لها في مختلف الملاعب زيدان قبال شركة بومة يوسف الأمين شركة نايك منتظر ماجد شركة أديدس هذه الخطوة ستجعلهم قريبين من الدوريات الخمسة الكبرى منتظر ماجد يسجل هدفان مع نادي هامار بالسويدي كل التوفيق للاعبنا العراقي الاتحاد الدولي لكرة القدم يوافق على إقامة مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم على أرضهم وبين جمهورهم باستثناء المباراة الأولى مع الأردن ستقام في ماليزيا منتخبنا الوطني العراقي يكثف وحداته والتدريب باستعداده لتصفيات كأس العالم 2026 على أحمد قاسم إعلان رغبته بتمثيل منتخب العراق ليكمال أوراقه الثبوتية خاصة بعد خلو اسمه من قائمة المنتخب السويد الأول والأولنبي على أحمد قاسم أن يعين فرصة تمثيل السويد صعب كون لاعبي السويد محترفين في أفضل الأنديل أوروبية وشيء ثاني لأنك عربي من مستحيل أن تسرعيك السويد منتخب العراق مرشح كبير للتاهل لكأس العالم والمدرب كاساس لديه رغبة كبيرة باستدعاك فاستغل هذا الشيء رسميا إيمار شير ضمن قائمة منتخب السويد تحت 21 عام داريو نومو ضمن قائمة منتخب فلندا تحت 21 عام علي الحمادي لم يحتفل بعد أن سجل هدفي مرمى فريقه السابق من بلدون ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية طبعا فريق علي الحمادي يخسروا بالجزاءات المدرب العراقي ثار عدنان يقول نحن الآن مع توجهات كاساس على رغم من وجهات نظرنا السابق لبعض الأمور الفنية معسكر الدوحة مهم لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لمباراتي العمان والكويت والحصول على نقاطها ست يعطي الثقة للمدرب واللاعبين كاساس يحظى بدعم كبير من مختلف الأصعدة ومن الضروري أن تكون هناك نجاحات قادمة المنتخب العماني مستقر بالنسبة 99% ويعيشون فترة جيدة مع أشيل هافي ومن الضروري أن ندخل للمباراة بشكل جيد تصريح راضش نياشي تقول الكثير من المواقع كانت تنتقص من الدور المحلي وتسميه بالمحل بي هل الآن اللاعب المحترف أو المغترب الذي انتقل للعراق صار محل بي أم أن هذا هو تراجع بمستوى اللاعب أم أنه لم يجد فرصة في دوريها ذات مستوى عالي يعني كل الجماهر العراقية تعرف أنه عندناند رجال طلب منهم يجون يحترفون بالعراق خليش ما تقول للعكس يطورون الدوري ويطورون اللاعب المحلي عندك ريوان أمين انتقل للشرطة فريق جماهيري وهيران أحمد انتقل للجوية أيضا فريق جماهيري تقدر تحكي عليهم ويقول محلبيين رسميا سومر الماجد ينتقل إلى نادي الميناء قادمة من الدور السويد الممتاز فريق الوحدة حقق الفوز على العروب بهدفين مقابل هدف واحد في دور روشن للمحترفين بمشاركة طيلة فترة المباراة للاعبنا العراقي يوسف الأمين والذي منعته العارضة من تسجيل هدفه الأول معلق المباراة وصف يوسف الأمين بأنه من أفضل لاعب الفريق ويحتاج إلى الوقت للتألق بشكل أكبر لما يمتلكه من موهبة رائعة وحصل على تقييم 7.1 طبعا بوسط الفيديو قلت منتظر ماجد سجل هدفين لكن شات المباراة بعده ما خلصنا الآن منتظر ماجد سجل هاتريك وتسبب في اقترض مدافع فريق ستوكسون في المباراة التي فاز بها فريقه بستة أهداف مقابل هدف كنا أتمنى في قائمة كاساس